تم فتح موقع القرى العشوائية للهجرة إلى أمريكا يوم 4 أكتوبر 2023 للوتري 2025 والموقع هو dvprogram.state.gov والكثير من الناس اللي حابين يقدموا لكن ما يعرفوش طريقة تقديم أو يسخوفوا من أن يقدموا بأنفسهم وصلتني الكثير من الرسائل على مواقع التواصل فيسبوك وانستغرام فقررت نعمل فيديو على طريقة تقديم بأنفسكم وبدون أخطاء مع تقديم بعض الملاحظات التي تفيدكم فتابعوا الفيديو حتى للآخير وإذا أول مرة تشاهدني ما تنساش تعمل متابعة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد على أخبار الهجرة والسفر حول العالم مرحبا أصدقائي من جديد بالنسبة للتقديم في اللوتري بدأ يوم 4 أكتوبر 2023 والتقديم يجب أن يتوفر فيك شرطين أساسيين أول شرط أنك تكون من الدول المؤهلة للتقديم وهذا الشرط محقق لأن كل الدول العربية مؤهلة وثاني شرط أنه تكون أكبر من 18 سنة ويكون عندك مؤهل تعليمي ثانوي أو تكون درست بالمعهد يعني ما يعادل 12 سنة دراسة سواء كملتها في ثانوية أو عندك ديبلوم معهد وإذا ما حققت هذا الشروط يوجد أمر آخر أنه يكون عندك خبرة سنتين في آخر 5 سنوات في مهنة مطلوبة والآن أعطيكم ملاحظات عند التقديم الموقع يسمح لك ب30 دقيقة فقط عند التقديم يعني إذا كان عندك معلومات كثيرة أو متزوج وعندك أولاد جهز كل معلوماتك قبل أن تدخل الموقع وكذلك يجب أنه تكون متأكد من المعلومات حاول أن تدخلها في الموقع بدون أخطاء بالنسبة للمعلومات تضعها بشكل صحيح وإياك والكذب لأن المعلومات المغالطة تؤدي بصاحبها إلى الإقصاء مثلا إذا كنت متزوج أذكر ذلك وأذكر معلومات الزوجة والأولاد حتى ولهم عندك شنية أنك تأخذهم معك إذا فست مع ذلك أذكرهم كذلك كنصيحة أخرى للمتزوجين شارك أنت والزوجة معا لتزيد حظوظكم بالربحة والنصيحة الأخيرة إذا كان عندك الأنترنت يفصل أو فيه مشاكل انتظر إلى أن تستقر باش ميضعوش المعلومات لأنه التسجيل مستمر إلى 8 نوفمبر 2023 والآن نشوف مع بعض في الموقع الرسمي من على جوجل تكتب اسم الموقع dvprogram.state.gov أو تجدون الموقع رابطه مباشرة من على التعليق المثبت فهنا تكتب اسم الموقع ويأخذك مباشرة إلى الموقع الرسمي وهذا هو الموقع الرسمي للقرهة العشوائية الموقع الرسمي والوحيد لأنه يوجد موقع أخرى لكن هي فقط نصب هنا تجد مثلا معلومات وهنا كذلك كل ما يخص الصور ومن هنا تقوم بالتسجيل الآن نعطيكم لمحة عن الصور إذا كنتم كذلك تريدون معرفة كل تفاصيل عن الصورة والتي للجميع يجدون فيها إشكال تجدون كل المعلومات هنا مثلا تحتاج فقط لصورة واضحة فمثلا هنا يوجد عندنا هذه الصورة الصحيحة هنا صورة واضحة بألوان وهنا تجدون size وكذلك هنا مثلا عندنا صورة بالحجاب هنا الحجاب أكيد يعني لا يشكل مانع لكن يجب أن يكون وجهك أو تعاليم وجهك ظاهرة فمثلا هنا هذه صورة غير مقبولة أو للصور الذين يرتدون القبعات وغيرها ففي هذا الموقع تجدون كل المعلومات والآن نأتي للتسجيل من هنا من begin entry نبدأ في التسجيل فأولا يجب علينا إعادة كتابة هذه الرموز من حرف ومن هنا يمكن تغييرها هكذا وكذلك من هنا يمكنك سمعها إذا لم تكن واضحة فتعيد كتابتها بهذا الشكل من هنا ثم بعدها تضغط على submit فهنا تأخذك مباشرة إلى هنا نلاحظ أن الموقع هنا يعطيك ثلاثين دقيقة فقط للاستمارة أو لملء الاستمارة نبدأ أولا بالاسم هنا الاسم الأخير أو لقبك وعندنا الاسم الأول والميدل نيم الاسم يعني إذا كان اسمك من ثلاثي وهكذا فالميدل نيم وهنا عندنا الجندر أو النوع أو الجنس فهنا إذا كنت تكتب ميل أو إذا كنت أنثى هنا في ميل بعدها البرث ديت هنا في البرث ديت تكتب أو تختار شهر ثم اليوم ثم السنة بعدها عندنا السيتي where you were born يعني المدينة التي ولت فيها تكتب اسم مدينتك وإذا لم تكن تعرف اسم مدينتك تكتب بيرث سيتي أنعون يعني اسم مدينتك مجهول وهنا البلد الذي ولت فيه يعني بغض النظر إذا كنت تقيم فيه الآن أو لا فقط تكتب اسم البلد الذي ولت فيه ثم هنا الإلجيباليتي يعني إذا كان دولتك مؤهلة هنا تكون yes يعني إذا كنت من الدول المؤهلة وهنا الصورة تختار الصورة من هنا وتضعه هنا أنا أنصح في هذه المرحلة أن لا تشاركوا بصوركم للعام الماضي خذوا صور جديدة لهذا العام بعدها عندنا الادرس أو العنوين هنا عندنا in case of تكتب اسم أو أي شيء هنا أصلا عندنا optional يعني ليست إجبارية أو أتركها فارغة بعدها عندنا address line هنا تختار مثلا مكان الإقامة أو رقم المنزل والحي ثم عندنا city المدينة ثم عندنا province أو state يعني الولاية بعدها zip code هنا تكتب اسم المدينة والحي الذي تقطون فيه في جوجل يخرج لك الرقم أو zip code تكتبه ثم عندنا country تختار بلدك بعدها عندنا country أو بلد الإقامة اكتب بلد الذي تقيم فيه حاليا ثم بعدها عندنا phone number أو رقم هاتفك تكتب رقم هاتفك مصحوب بمفتاح بلدك ثم بعدها عندنا email address تكتب emailك يفضل أنه يكون professional يعني email من اسمك الاسم الأول أو الاسم الثاني at gmail.com أو yahoo أو أي كان الدومين لكن email يفضل أنه يكون باسمك وكذلك أن تكون لديك معلومات email لكي لا تنساها فهنا تكتب email address بعدها confirm أو تعيد كتابة email address بعدها هنا عندك المؤهل الدراسي هنا تختار مؤهلك سواء primary school يعني الابتدائية أو high school no degree يعني بدون شهادة يعني ثانوية بدون شهادة و high school degree بثانوية يعني baccalauria أو vocational school يعني تدريب مهني أو some university course يعني كورسات في الجامعة أو university degree يعني مؤهل جامعي أو ماجستر أو دكتورة وكذلك عندنا situation أو حالتك هنا المعرض يعني غير متزوج أعزب وكذلك متزوج وزوجتك ليس لها جنسية أو إقامة دائمة في أمريكا وكذلك متزوج وجنسي وزوجتك لها جنسية وإقامة دائمة في أمريكا ثم divorced يعني مطلق أو أرمل أو أرملة وكذلك يوجد legally separated يعني منفصل قانونيا وتختار هنا ما يناسبك أو تختار حسب حالتك وكذلك إذا كنت متزوج يجب أن تضع أو تدخل معلومات الزوجة كذلك وهو يعني إجباري وضع كل معلوماتك بشكل صحيح ثم بعدها number of children يعني عدد الأطفال إذا كنت متزوج ولديك أطفال أو مطلق ولديك أطفال وكذلك أرمل أو أرملة ولديك أطفال هنا يجب وضع كل المعلومات الصحيحة بعدها تضغط على continue وتظهر لك صفحة لتراجع كل المعلوماتك بعدها تضغط على submit بالنسبة لهذا العام لا تحتاج إلى جواز السفر بعدها تخرج لك هذه الورقة يمكنك طبعا أو الاحتفاظ بها الاحتفاظ بالconfirmation number الذي يبدأ بـ 2025 لرؤية نتيجتك للعام المقبل أو التي ستظهر في مايو 2024 وإذا كنتم من الفائزين يوجد كذلك شروحات في القناة عن بعد الفوز في القرع العشوائية للهجرة إلى أمريكا إذا أجبكم الفيديو ما تنسوا وشتخليوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة لمزيد من فرص الهجرة والعمل في الخارج ترجمة نانسي قنقر